موسيقى السلام عليكم إن شاء الله كامل تكونوا بخير كيموعدتكم سمانة اللي فاتت باش نجرب مليح الردمي نوت 8 نعطيكم رأيي فيه بالتفصيل باش تعرفوا او لا كان ننصحكم تشيريوه او لا 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 يعني سمانة هادي كامل عقبتها بهذه الهاتف بارك ميجست حتى هاتف واحدة اخر باش كتكون عندي معلومات بزاف على هاد الهاتف ونعطيكم رأيي وتستفادوا مليح من هاد الفيديو نصحكم تكملوا هاد الفيديو حتى الاخر طرق شرح نحكي على بزاف حواج مهمة نحكي حتى على الإيشاعات اللي خرجت على هاد الهاتف ونحكيه حتى على النقطة تعلق البروسيسور اللي يقالك ضعيف وميمشيش لباب جي في اعلى جودة مهم كنوصلوا لهاد المرحلة في الفيديو رح نحكي لكم عليها بالتفصيل كين تاني اللي يقالك يسخن ملا اكملوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا هاد الشي كامل الجديد معانا ما يستاش يشترك معانا فعلون جرس كامل باشي لحكم اي فيديو جديد لا تنسووش كامل تديروا جام في هاد الفيديو الجام هي اكتر حاجة تعاوني ملا ادير جام قبل ما تفرج هاد الفيديو مهم اخوتي بلما نزدوا ونطوروا الهضراء نبدأوا في المواراجه مهم نبدأوا بالتصميم عندنا في الجهة الخلفية ربع كاميرات وقدمها مفلاش في الجهة اليمنى تحتهم كين مستشعر البصمة وكما تشوفوا اللون هذا اللي عندي جاي بيض وكل ما يهبط لتحت رح يزيدي زراق وكنت لاحظوا مليحل تحت خلاص جاي باللون البنفسجي يعني صراحة عجبني بزاف هذا اللون عجبني خير من اللون لزرق وفي الجهة الامامية عندنا شاشة كاملة تقريبا فيها نوتش الفوق فيه الكاميرا الامامية والسماعة تعلموا كلمات وعدنا تاني نوتيفيكيشن لاد مثلا يأتيك إشعارات او تضع تليفون تشارجه سيشعلك الضوء هذا وزادوا وكبروا فيه بالنسبة للنسخة السابقة وهي الريدمي نوت 7 لا يوجد فرق كبير بينهم في الحجم ولكن يزادوا وكبروا قليلا والجهة التحتية لدينا السماعات يعني السماعات الخارجية للهاتف لدينا اس بي تايب سي يعني هذا الهاتف يشحن بالكابل تايب سي وليس بي لدينا الميكروفون المكالمات وقدامه المنفذ جاك 3.5 ميليمتر يعني تقدر تركب سماعات في هذا الهاتف في الجهة الفوقانية لدينا ميكروفون زائد يعني هذا ينحيلك الضوضاء من الصوت يعني عاون الميكروفون تحتاني لكي لا يأتي الحس في الصوت لدينا هذه العفزة ثانية لكي تحكم في الأجهزة الكهرومنزلية يعني تقدر تدير الهاتف تقدر تديره آذة التحكم تتحكم في التلفاز سعب العفزة هذه لم يعدوا بكث يديرها شركة ولكن حلاحظت أنه شاومي تديرها بكث في الهاتف الأخرى في الجهة اليسرى لدينا المدخل للشريح أو بيطاقة الذاكرة أو الكارت مموار في الجهة اليوم لدينا أزرارة الصوت والزر التشغيل وهذا هو التصميم ككل يعني أنا بالنسبة ليعجبني هذا التصميم وهذا الشيء كل واحد ورايه يعني ما قدرش نقول لكم أنا مليح أو أمشي مليح كل واحد وش من تصميم يعجبه ونسي الثاني بيقول لكم باللي الجهة الخلفية هذه الهاتف مخدومة من الزجاج ومشي من البلاستيك وحتى الزجاج اللي فيها جاي فخم يعني ماهوش زجاج رخيص يعني كت هذا الهاتف ستحسوا حاجة غالية بزاف بالنسبة للشاشة عندنا شاشة 6.3 إنش بدقة الفول ايش دي بلاس ومن نوع الاي بي اس ال تي دي الأبعة تحت 19 ومس على تسعة وفيها كثافة بيكسيلات تقريبا 409 بيكسل في كل إنش وفيها ثاني طبقة حماية غوريلا غلاس 5 الناس ليما تعرفش غوريلا غلاس هي الطبقة حماية جيف الهاتف يعني جيف الشاشة على الهاتف باش مثلا لكان طاح الكلار رح يقاوم شوي يعني مش كما اي هاتف واحد اخر الشاشة من ناحية الدقة ومن ناحية الالوان عجبتني بزاب بزاب صراحة هي تقريبا نفسها الشاشة على الرادمي نوت 7 يعني ما كانش حاجة جديدة في الشاشة بس على الموهم شاشة مليحة وترضي صراحة والالوان تحتها مليحة تلك كثافة تلك البيكسلات تطالعة بزاب بطبيعة الحال الناس ليحبوا الشاشة برق في الهاتف يعني ما يهمهم مميزات الاخرين هذو كل الناس نصحوهم بالسامسونج هم اللي عندهم شاشات مليحة بسح ماشي اي سامسونج مثلا غالاكسي ام 30 اخمسين هذو النوصخ اللي فيهم الشاشة سوبر امولاد بسح الاسعارتهم رح تكون طالعة شوي كي نقرنها مع المواصفات وانا بالنسبة لي شخصيا شاشة اي بي اس ال سي دي تكفييني بززاف انا المهم تكون دقة الشاشة طالعة وميكونش فيها تخرخيش هذك هذه هي الحاجة التي تهمني وحتف الإضاءات عبرها تكون في الشمس ستبلك الشاشة على الهاتف بلا مشاكل هذه حاجة اعجبتني ثانية البروستور عندنا بروستور من شركة كوالكوم اللي هو سناب داراجون 665 بتردد 2 جيجا هرت وبدأ قد تصنيع 11 نانومتر قد تصنيع هذه مسؤولة على تسخانات الهاتف يعني إذا كان يسخن أو لم يسخن وثاني على استهلاك البطارية ومعالج الرسمية الألعاب وهو آدرينو 610 المواصفات هذه اللبس بها يعني معالج مليح بزاف الفئة هذه خاصة في الهواتف اللي قل على 4 ملايين الرام عندنا 4 جيجا في النسخة اللي عندي والتخزين 64 جيجا جاب في الانتوتو بنشمارك 141 ألف نقطة وبالنسبة للألعاب جربت فيه لعبة كولوف دوتي اللي خرج الجديدة حضرت الإعدادات في الماكس يعني أي حاجة في الإعدادات التي اللعبها في الجرافيك زدتها على الأخر واللعبة مشات خفيفة بزاف يعني ما عندي ما نقول فيها كمراكم تشوفوا قدامكم مشات مليحة بزاف كان حتى لاق أو تقل شوي في اللعبة ما كانوا له تمشي يعني بلا مشاكل وكان حاجة معجبتنيش في كي تكون تلعب في هذه الهاتف ومركب السماعات البلاصة على السماعات هذو قلقتني صراحة يعني كما نقولوا حنا نديرونجيك في يدك البلاصة حم حتى كي تقلب الهاتف تلعب بالجهة الاخرى راح تلاحظ نفس المشكلة يعني ما تقدرش تلعب سهولة هذه حاجة معجبتنيش وبالنسبة للعبة باب جي موبايل تطلع لكش الجودة تاع الهاتف هذه الحكاية اللي ما همش فاهمينها الأغلبية على الناس قاعدين يقولوا البروسيسور هذا ضعيف ما يقدرش على الهاتف في اللعبة وهذه المعلومة التي قد تضر راحي غالطة مية بالمية والسبب لي ما يخليش الباب جي يتمشي بجودة الهاتف في هذا الهاتف هي أنه الهاتف هذا جديد والمعالج جديد يعني تخصهم تحديثات في النظام بشي يدعموا هذه الجودة يعني هذه مسألة وقت برك الهاتف جديد خاصته تحديثات لكي يمشي الباب جي في أعلى جودة يعني يمشي البروسيسور تاعه ضعيف ولا حاجة كما قال لانه كما اشتو في الكولوف ديوتي موبايل يمشيها في أعلى جودة والغرافيك خير على الباب جي أنا بالنسبة لي نرى الغرافيك تاع الكولوف ديوتي خير على باب جي بزاف وواقعي كثير منه عليها الناس اللي يلعبوا في هذا الهاتف عليهم غري يصبر ورح تجيهم تحديثات ورح يتريقل هذه المشكلة اصلا كي تدخل للإعدادات اللعبة وتحب تديرها في جودة الهاتف يقول لك بالي رح تتوفر هذه الجودة قاربا في الهاتف تاعك يعني كما قلت لكم رح يمسألة تحديثات ومسألة وقت برك يعني واحد ما يتقلق في هاتفك يخرج جديد رح تبان فيه حواشكي ماكو بعد الشركة ماهيش رح تحبس هنا رح تزيد تدير تحديثات والروح الأهم حاجتين هي السخانة كاين بزاف قلك التليفون هذا يسخن في الألعاب في الاستعمال العادي ما لاحظت حتى ارتفاع في درجة الحرارة يعني تبقى كما راهي كأنك ماكو قد تستعمل خلاص في هذا الهاتف درجة الحرارة تبقى كما راهي وبالنسبة الألعاب مثلا كي تكون قد تلعب في اللعبات تقال شوي كما الكولوف دوتي بوب جي موبايل ولا حتى فريفاير رح تلاحظ انه التليفون يدفى برك يعني مايسخنش نهائيا جربت لعبت به بلاك نص ساعة او لا نص ساعة وانا لعب مع اني منلعبش بزاف هاد الألعاب باش نفيد الناس لي تحب الألعاب واتهتم بيهم بزاف ملا كي ما قد كومي لعبت به تقريبا نص ساعة او لا اكثر ولاحظ انه مايسخنش نهائيا يعني يدفى شوي برك وصراحة لكون متحطش في راسك لعبتها هذه السخانة ومتخممش بها راح ما تفيقش خلاص بسخانة الهاتف لانه يدفى برك كان قارنه مع الراديمينوت 7 كان يسخن كتر من هذا والسبب انه المعالج تعرد من نوت 7 جاي بدقة تصنيع 14 نانو متر وهذا 11 نانو متر يعني هذه الحكاية نانو متر كل ما ينقص كل ما الهاتف لا يسخنش بزاف وكل ما لا يستهلكش من البطارية يعني الحكاية السخانة نحيناها وقلنا في الاستعمال لا يسخنش خلاص لا تلاحظ حتى فرق وفي الألعاب سيضفى بحاشخ فيه فابرك يعني تقس تليفون ستلقى هدافي شوية وبلا ما ننسوا انه اي هاتف في العالم كيتلعب بها راح تحس بسخانة يعني ما كانش هاتف في العالم ولا حتى اقوى الهاتف تسخن شوي ولا تدفى في الألعاب خاصة الألعاب القاوية هذي كما اللي حكينا عليها بالنسبة الاستعمال العادي تاني الهاتف خفيف بزاف مع انه النظام تعوم ما هوش محدث بزاف بصح خفيف بزاف الاستعمال ما لاحظت حتى بطء ولا فيه وخاصة الوجه هذي تعشغمي لهي الميوي خفيفة بزاف وفي هالحركات تحقفه يعني ماك شرح تلاحظ خلاص بطء في الجهاز روح الاهم حاجة في هذا الهاتف ليهي الكاميرات عندنا الكاميرا الرئيسية بضيقة 48 ميجا بيكسل بفتحت 1.8 عندنا كاميرا تانية بضيقة 8 ميجا بيكسل بفتحت F على 2.0 هذي تخدم بزاوية واسعة كاميرا الثالثة بضيقة 2 ميجا بيكسل بفتحت F على 2.4 الكاميرا هذي مسؤولة على الحويج القراب مثلا كتحب تصور حاجة قريبة بزاف مثلا حاشرة ولا نبتة ولا كش حاجة قريبة بزاف تستعمل هذي الكاميرا والكاميرا الأخرى بطيقة 2 ميجا بيكسل بفتاحة F على 2.4 هذه تجعلك العزل في الخارفية التصور مثلاً يتصور كاش واحد الشيء الذي سيأتي مضبب هذه الكاميرا مسؤولة على هذا العدس يقول لك الكاميرا هذه لا تمدلك الجودة الكاملة يقول لك لا هي 48 ميجا بيكسل في الصح أنا بعد التجربة وما لاحظت فيها كان سر واحد يجعلك تصالح به تصور باهين بثاف والسر الواحد هو الإضاءة يعني إذا مديت إضاءة مليحة بثاف للكاميرا تحت هذه الهاتف لا يوجد كما تقول فيهم بدقة عالية تفاصيل كبار ألوان مليحة كل شيء مليح هذا هو الشرط الوحيد لكي تخرج لك تصور مليح إضاءة قاوية هذه هي قدرت به بثاف تصور في مختلف البيئات برها في الضارف في إضاءة ناقصة بدأوا بالكاميرا الرئيسية وهي 48 ميجا بيكسل الكاميرا تمد تفاصيل بثاف تصور يشتور بشكل جودة 48 ميجا بيكسل تدخل للكاميرا تعالي الهاتف تذهب للمود هذا برو كما راكم ترون هنا وتضغط الفوق على 48 ميجا بيكسل هنا ستقول لي تصور بالجودة 48 ميجا بيكسل وتصور هذه الكاميرا سنضعهم لكم مصورين بهذه الكاميرا ومنش نبقى هنا نهضر بزاف على الكاميرا سنعطيكم تصور هذا الكاميرا شوفوهم هذو مصورين بالكاميرا الرئيسية هنا ستكون عندكم فكرة على الكاميرا هذه الكاميرا مصورة 8 ميجا بيكسل نذهب للكاميرا الواسعة وهي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل الكاميرا الواسعة معناها تعطيك تصور يعني تبينك حوش كثير من الكاميرا العادية وما هي الكاميرا مليحة برا بك يعني تصور بها في الدر حاجيك الجودة نقطة لأنه يجب لها أيضا قاوية كثير من الكاميرا كي ستصور صافيين قمتلكون عن تصور واحدة بالكاميرا العادية واحدة بالكاميرا الواسعة كي تدعين تعرفوا الفرق او ما هي الكاميرا الواسعة هذه وهان لكم تصور الكاميرا الثالثة هي Macro lens كما قلت لكم قبيل الكاميرا هذه مسؤولة على الحويج القرب كثيرا وعندكم الزهرة الخوتي لقيت دبانة وصورتها لكم هكاكو ما هربطش يعني خلتني صورت بعقلي باش تخليكم تكتشفوا مليح للكاميرا الماكرو لانس هذه واللي حبي يصور بالماكرو لانس هذه يدخل لتطبيق الكاميرا رح تبين لك شغل النبتة الفوق ومعنبليش مهم الشكل شبه للنبتة رح تضغط عليه ورح تبيني الكاميرا تصور بالكاميرا التالتة وهم لكم هات تصاور خوتي ترتم بالماكرو لانس رحوا للكاميرا الرابعة هذا يدخل لك العزل برق في الخلفية تصور يعني تحاول الكاميرا الرئيسية لكي تحدد أطراف هذه الحاجة لكي تضب بها وبالنسبة للناس الذين يحبون تصور في إضاءة ناقصة ننصح أن يدخلوا النايت مود اسمه نايت مود ولا الوضع الليلي او مود نوي المهم هذا المود ستلاحظ فرق كبير بينه وبين المود العادي هذا يدخل في الإضاءة كي تكون ناقصة قدرت به تصور ويعجبني صراحة يخرج لك تصور ملاحظة صراحة يزيد لك التفاصيل يعني كما لابد لكم في الضلمة ستكون تفاصيل ناقصة المود هذا يزيد التفاصيل يزيدي بيينها كتر ونذهب للحاجة اللي عجبتني بزاف في الكاميرا تاعد الهاتف الفيديو يصور بجودة 4K يعني جودة اعكادك 2160 بيكسل الفيديو صراحة لا تكون متوقع انه يكون كما هكا ما هو الشرط الوحيد اللي قلت لكم قبل هو الإضاءة يعني تعطيه إضاءة راح يخرج لك فيديوهات ما عندك ما تقول فيهم الجودة طالعة بزاف تفاصيل بزاف مليحة نختلف الفرصة ونعطيكم نصيحة زائدة الناس اللي حابين يخدموا في اليوتيوب ويقوموا فيديوهات مثلا كيف يعني ومعندهم مش ميزانية كبيرة وحابين يصوروا بهاتف برك والله خاوتي ننصحكم بهذا الهاتف الكاميرا هذي لابس بها الألوان مليحة وحتى البرتر يموت يخدم مليح لم أجربت بزاف سالفي بسالي حتى بالتجربة الخفيفة عجبتني لم أجدت فيها حتى مشاكل حتى قارنتها مع السالفي تعردي مينوت 7 لقيت هذه أخر منها شوية ونعطيكم دكا خلاصة على الكاميرا التأهد الهاتف بصيفة عامة كما قلتكم نقولها ونزين نعاودها لازم لك إضاءة قوية راح تخرج لك تصوروا فيديوهات مليحة بزاف ونزين نعاود لكم خوتي أنه تقدر حتى تعول عليها باش تدير بها فيديوهات في اليوتيوب بصح النقطة هذه على الكاميرا فيها عيب راح نحكي لكم عليه في الأخر تعهد الفيديو كي نصل الوقت للعيوب راح نحكي على هذا العيب وشي هو راح نحكي على البطارية تعهد الهاتف فيه بطارية 4000 ميلي أمبر تدعم خاصية الشحن السريع اللي ولا الفاصت شارج بسرعة 18 واط وشي هو الشاحن اللي تعطيه لك شركة ما يدعمش الشحن السريع يعني لازمك تشري شاحن واحد اخر باش تدير الشحن السريع شاحن اللي نصحكم به دائما من شركة بعد التجارة بتاعي بلك في 35 دقيقة هكاك طلعت البطارية بخمسين بالمئة بصحب الشاحن السريع يعني مشي الشاحن اللي تعطيه لك شركة اللي يحب شريع هذا الشاحن من الانترنت نخلي لكم الرابط تحت الفيديو كبر فرق لاحظه بينه وبين الرادمي نوت 7 هو في البطارية البطارية تحن في زوج 4000 ميلي أمبر بصحاد البطارية هذا يمكن ان الهر يكمل الهر كامل يعني ملي نوت 10 الى 12 تاقريبا وانا نخدم به كيما اقولوا نخدم بلئذوني يعني مش بالوي في قلنا نخدم بلئذوني ويلكمل الهر كامل بلا مشاكل وتقريبا يكمل الهر وتفضل البطارية تقريبا 19% أو 20% فما بلك الناس التحضم بالوي في يقدر يفوت لكigenهار يعني تقدر تخدم به نهر كامل وتفضل لك شوية البطارية الناس التلعب تانين صح بهاد الهاتف فيها باطرية مليحة والسبب الذي يجعله يحكم الباطرية انه المؤال يشتاعه بدقة تصنيع 11 نانو متر عليها يحكم بثاف من الباطرية وتاني لا يسخون بثاف كنت ترى رادمي نوت 7 كانت بدقة تصنيعها 14 نانو متر يعني يستهلك كثير على هذا بثاف الفرق بينتهم 3 نانو متر كاملة هذا 11 والأخر 14 يعني 14 يستهلك بثاف من الباطرية بالمقارنة مع هذا 11 نانو متر نحن نتحدث عن الريز والحكاية الشبكات قطت فيه الشارع احتعي في زوج خدمت بلانترنات بهذا الهاتف يعني كما أقول لكم اسمانة هذه كاملة وانا نستعمل فيه ملقيت حتى مشكل فرزوا أنا رأينا نخدم بالنسخة العالمية أصلا هذه النسخة اللي ننصحكم تشريوها اختراك شاية موجهة لدول العالم كامل وتلقاها تتوافق مع الشارع احتها العالم كامل تقريبا يعني ليلقى الباطا زرقا ما كله يشري يشري ليلقى الباطا تاعه بيضاء وفي حتى الراديو على بني واحد موقع يستعمل الراديو الناس اللي تستعمل الراديو يدخلوا بك في تطبيق اسمه راديو هو كان في الجهاز حاجتين يلاحظت أخوتي عندها علاقة بالموكالمات والريز والحواجهات المهم كي تكون في موكالمة ولا تحكي معك اش واحد تلاحظ ان الصوت اللي خارج من السماعات قاوي بزا 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 مثلا واحد قدام قاعد قدام كنت قد تحكي في التليفون يعني اي حاجة قد تحكي فيها ولا اي موضوع راه راح يسمعوا كي ما راه يعني كي تحكي في الهاتف وتكون مع الناس نصحك تنقص في الصوت تركش تدير في بلك بلي لي قاعد معك راه ويسمع في الهضرة كاملة كي ما راهي وبالنسبة لأنظيمات الحماية عندك البصمة كي العادة وعندك حتى الخاصية الفتحة بالوجه هادي ما نصحكم كي تديروها تركش تخدم بالكاميرا برك يعني ما فيهاش مميزات بزا فتخدم بالكاميرات على الهاتف برك عليها ديما نصحكم تستعملوا البصمة الحاجة اللي لاحظتها في البصمة انه مديرينها الشكل تحاسي غير بزاف يعني ما هو شمحت البلاسة كبيرة في الجهة الخلفية يعني حاليا عندنا كي ندروا مراجعة الهواتف ما نشوفوه لسرعة البصمة لأنه التليفونات كامل تقريبا ولت فيهم البصمة خفيفة بزاف غير الهواتف اللي ولو يدروا فيهم البصمة في الشاشة هادو كتلقوا البصمة تحمل ناقصة شوية وتاني جربت الخاصية على الانفراراد المستشعر اللي حكيتكم عليه في البداية يقول لكم بلي تقدر تستعمل الهاتف هاداك كشول تيلي كومونت تتحكم في الاجهزة الكهربانزيلية الحاجة اللي عجبتني في هذه الخاصية انه التطبيق اللي مسؤول على هذا الحاجة في حتى الشركة الجزائرية مثلا التلفاز اللي عندي انا ايريس القائمة اللي دعمها هذا التليفون جربتها ومشات بلا مشاكل وكيماراكم تشوفوه يعني اي حاجة جربتها اراني صورتها لكم بالنسبة العيوب اللي لاحظتها في هذا الهاتف تقريبا عيوب في الصوفتوار ولا في النظام وراح تتريقل مع التحديثات الحاجة اللي لاحظتها في الهاتف هذا هو انه جديد يعني تخصوا بزاف التحديثات عن النظام والأوبديت تخصوا بزاف اما مثلا كاينة حاجة مش مليحة وجاية من النظام هي انه الجودة على الكاميرا ماهيش مليحة مع تطبيقات مثلا في الماسنجر في اي تطبيقه كيستعمل كاميرات الى حتى اللي كيتدير لايف في الفيسبوك رح تشيك الجودة ناقصة شوي هذا مشكل في النظام والحل التاعه رح يجيب التحديثات يعني الشركة رح تدير كلش كل مرة تبع التحديثات تريقل هاد المشاكل الخفاف عندك تاني الواجهات على المكالمات كشغول كيما نقوله انا سامبل بزاف ما فيهاش حويش بزاف كما خاصية تسجيل مكالمات بنتبانلكش وكيما راكم تشوفوا الواجهات المكالمات جاية بيضة كشغول اندرويد خام يعني كشغول هذا التليفون ما فيهش واجهة وعلى علم انه فيه واجهة هي الميوي واجهة المكالمات تأتي كيما نقوله انا سامبل بزاف ما فيهاش خاصية تسجيل مكالمات ما تبالك في الشاشة كما نشفت عن ردمي نو 7 كان هكا بعد يعني مسألة التحديثات مع الوقت رح نديروا التحديثات دائما اضعوا في بلكم هذا الهاتف اراه جديد والعيب اللي كان في ردمي نو 7 انه الكاميرا خارجها بزاف هذه الشركة قدرت انتشوك جاء في الجهة الكاميرا جاء البلاستيك طالع شوية كي يدرق الكاميرا يعني حاليا الانتشوك يدرق الكاميرا يأتي في نفس المستوى الكاميرا كي تركبه في الهاتف يعني الكاميرا لا تخاف عليها بزاف بطبيعة الحال ما نصحكم لا تضعوا التليفون بقوة في فكاش حاجه ولا تضعوا فكاش حرشة ولا تخطيش قادر تخبش لكم الكاميرا هذه حاجة يجب عليها في بلكم لا شيء لاحظتها ثاني ومتأكد ثاني بلها المشكلة في السوفت وير ويتريقل هي انه مثلا تكتف الكلافي في الجهة اليوسرى يعني مع الحافة اليوسرى مع الأخر ستجد ان الاستجابة ناقصة شوية يعني مثلا كي تكون تكتب في الكلافي في الجهة اليومنى ولا في النص كي تكون تكتب مع دقيس بعد ما رحي تكتب الحرف بصح في الجهة اليوسرى تلاحظ شوية فرق هذه الحاجة ما تلاحظوهاش من في الاستعمال عادي يعني كتاز التليفون تختم به ما تلاحظوهاش سمع الاستعمال مطولة راح تفاق وهذا المشكل راهو في السوفت وير اتمنى بك تفاق الشركة لهذا المشكل بشي يرغله بالنسبة للقطع الناس بكل تقسي لكن البياس او متوفر في الجزيرة او لا 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 درك البياس او راحو ناقص حتى واحد شهرها كيف يبدأ بين البياس او ترك التليفون تلك الكابا هذا الكامل البياس او راحو ناقص ليس غير رادمي حتى السامسونج حتى أي مركة خلاف تدخل كابا تجد البياس او راحو ناقص يعني هذه معلومة اضعها في بالك بالنسبة للسعر تلك الهاتف خوتي سيقوم بحاليا اقل سعر تقريبا 3600 حتى 3650 النسخة 4 جيجا في الرام و 64 جيجا في التخزين وبعد الاستعمال تعثمانه اكتشفت بقي هذا التليفون يستاهل سومته صراحة المميزات اللي فيه مميزات بثاف حجم اللي حاكم وقلنا خفيف الكاميرا تعجبوني التصميم عجبني يعني اي حاجة في هذا الهاتف عجبتني والعيو بتاعه تقريبا تقريبا والشيء اللي نصحكم بها بك اشريوا للتلقوا العلبة او بيضاء هذه هي النسخة العالمية لننصحكم تشريوها كان هذا فيديو اليوم خوتي نتمنى كامل تكونوا استفدتم معنا من هذا الفيديو ديروا كامل جام في هذا الفيديو اشتركوا في قناتنا باش يلحكم اي فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله